كارفان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة هذه الناس لا يريدون لحل أدري أسد جمعة بن الزور وكذلك عامات كوية العلوم رغم تدخل وساطة حقوق الإنسان العصبات الجمعية المغيبية حقوق الإنسان ولكن لحية المنتم المهم فقرنا أننا نخذ هذا الإضراب عن الطعام اللي وخاء وقاسح والتفرد علينا بخاطرنا ولا شيء حاجة ولكن فوق الطاقة لذلك كل تلم لعلى أسد الناس أدرينا الدرسة دينا مطبع تلحن نشكور جميع المنابل الإعلامي اللي اتضمنت معنا وعفظ بقديدنا كذلك نشكر جميع طالب والطالبات وجميع الحقوقيين سياسيين وأفراد وجماعات المهم كنا البارح بدين المعتصم دينا ولكن في الليل جوا عندنا شيء أشخاص من جولي الهوية قيبان شيء عشرين واحد هم يبدوا بالضرب وتصرفيق وجميع بالنصوص ديال الزملاء ديالي صدروا لنا التليفونات مما أدى لكسر تكسروا ترسوا ترسطوا لنا في الشر المهم اللي حواجنا على براء والسبو والضرب بحل ما عطش احنا موجريمين كان نسرقوا ديالي محلي أدو الله أم جلا وديما عفنا فما جاءت بشي زيار رسمي جايين وجمعنا مباشرة ما كانت لا ما كانت حاجة زيار رسمي لأولو المهم فضلنا المعتصم وخرجنا على براء فيعدك شي قال ليك تبرا ما تبقوش فيه المهم جاءوا صدروا المسائدين صدروا اللافتات صدروا تلموس كاردو كذلك طالب عمر الطالب زميد ديالي فكان دفعه واحد من الأشخاص المجوين اللووية ذاك شي وطاح تجهة لابين صدرت الحسن الثاني وده براء صحة ديالي كغدية المهم احنا تنقله ونعوده أننا نتنزل حقنا في التعليم وهذا مؤسسة رسمية تحمل مسؤولية ديالي من رئاسة جامعة بن نظور من وزار وصي على القطاع والسلام عليكم محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم بك سيدنا محمد تحية من داخل ايطار العتيجة والسلام للاتحاد الوطن طباط المغريب تحية من داخل مكتب طالب كلية العلم جامعة بن نظور طالب عمار طالب طالب الشعبات البيولوجيا طالب المطردين درم نوع جوان في كلية العلوم بالنسبة للمسألة ديال الطرد لربما اخذنا مجموعة من خطوات مجموعة من اعتصامات مجموعة من اشكال احتجاجية لنرفضوا هذا القرار ديال الطرد اللي جاب بعد القرار تاع السفي ودرنا اعتصام ديال المفتوح اللي اليوم كيشد ازد ممتين يوم ومن بعد اخذنا مرحلة جديدة فهذا القضية ديال الطرد اللي هي اضراب على الطعام الانداري باش استسار هاد الناس من اللي ما تسمعوش ديال الخير اللي دزت مع الحوارات كثير بزاف مع الرئيس جامعة ابن وزور ومع العيما دات كلية العلوم وما تعتاد احتجاج نتيجة اخذنا ديال المرحلة جديدة ديال اضراب على الطعام ربما نسمعو الصوت ديالنا اللي مازال ما تطلع على الملف ديالنا وربما المسؤولي عنده شوية الانسانية فهذا الملف يتخذوا القرار باش ديالنا وبالنسبة البارح اليوم اللي دوزنا في الاضراب عن الطعام اللي خدينا في البداية دياله في العشرة ديال الصباح وانتفاجأ في الليل بالدخول شي عنا صير ما كان عرفوهم مجهولين اللي هوية ما عرفني السيفة ديالهم ما عرفني نشكون هما وقد دخلوا لنا وتحيدوا لنا الخيمة اللي كنا معتصمين فيها ومضربين على الطعام فيها شكل احتجاجي ديالنا وهذا القبلون كارت كاملين الدوه لنا وكان اصدار الهواتف ديالنا وكان طارش وكان ضرب وكان تعنيف وفي الاخير كانت ضرب دياله من احد الاطراف المجهولة عليا وفي اطر دياله القطرات حتى القطرات في مستشفى الحسن التاني كيدار هذا الشخص هذا الوسائل اللي كيت اصدار الانصير مجهولة الهوية التي نقول انا اما اكون بطريقة الابقاء ومسلمية ومسلمية لربما هذه المسألة التي تأخذ العنف وضرب ومسلم 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 لربما نؤكدها ونؤكدها بان من الانتصال اللي بدينا فيه ندخن الانتصال بطريقة حدارية واخر يدخل الاشخاص المجهولين الهوية لا لن نردلهم بالمثل احنا التعامل بكل سينمي بكل حضاري يدرون اللي بغايد يروح نستمرين مع تصميم في المكان ومضربين على الطعام في المكان حتى يرجعون للدراسة واخر نقدموا الأرواح بسبيل هذه القضية حيث علاج كان نضل انا على واحد القضية اللي هي عادية لعيم شروعة وكل الغايرين وفضل هذا الوطن نرى تطلعوا هذا الملف ونشكروا هذا الملف جميع الوسطة التي تدخلوا لتحل هذا الملف ونقول أنه كرورا ماذا حق وراءه وطاليب والسلام وعليكم محمد الله وبركاته تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد